طبق جديد من أطباقي مائدة القمر إنه الطبق الخامس من أطباقي البراءة فأطباقنا أطباق براءة وأطباق ولاية الطبق الخامس طبق الحساء وهو طبق بحسب المعروف يكون مصاحبا للطبق الرئيسي الذي يوضع على المائدة وقد مر الكلام في الطبق الأول وهو الطبق الرئيس على مائدة القمر إنه طبق يوم الخلاص موضوع هذا الطبق في حلقتنا هذه استكشاف البرنامج الإبليسي في واقعنا الشيعي قطعا سيكون الكلام عن صورة مقطعية إذا أردنا أن نغطي هذا الموضوع بحثا وشرحا وتفصيلا قد ينتهي شهر رمضان ولا ينتهي الكلام لكنها صورة مقطعية من الواقع الشيعي سأسلط الضوء فيها على العناوين التالية أولا العبث الصرخي ثانيا البيان السستاني بيان السستاني في ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان الذي انقضت أيامه قريبا إذن نبدأ من العبث الصرخي ثم البيان السستاني ثم النجاسة الخطابية النجاسة الخطابية سأتركها لحلقة يوم غد وإنما أتركها لحلقة يوم غد كي يتابعها الذين يريدون أن يتابعوا هذا الموضوع ممن هم مهتمون به ربما ربما كثيرون لا يهتمون بهذا الموضوع الموضوع خطير وخطير جدا النجاسة الخطابية إذن أتركها إلى حلقة يوم غد في هذه الحلقة سأسلط الضوء على هذين العنوانين العبث الصرخي البيان السستاني أبدأ من هذا الدعاء من أدعية شهر رمضان النهارية هكذا نقرأ في أدعية شهر رمضان النهارية أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه هذه وسائل الشيطان وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله والحبائل جمع وخدعه وأمانيه والأماني جمع وغروره وغروره وفتنته وشركه وأحزابه والأحزاب جموع وأتباعه وأشياعه وأوليائه وأوليائه وشركائه جموع جموع من شياطين الجن والإنس وجميع مكائده من مختلف الأنواع المتبقية التي لا نملك في اللغة ألفاظا كي نذكرها في الدعاء وإلا لذكرها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أقرأ المقطع مرة أخرى عليكم وأتمنى أن تعود إلى مفاتيح الجنان وإلى الأدعية النهارية كي تتدبروا في هذه الكلمات اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده في نهج البلاغة الشريف سيد الأوصية يطبق لنا هذا المضمون على واقع الأمة فماذا يقول أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان الخطبة السابعة صفحة سعطعش أمير المؤمنين هكذا يقول يتحدث عن أولياء الشيطان اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة ملاكا يعني أساسا مضمونا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكة فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم نمى ونشأ فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل أذكركم بما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد حيث يخاطب الحجة بن الحسن أكثر مراجع الشيعة الرسالة وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم فركب بهم الزلل ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم إنه عهد الغدير عهد الغدير الأول وعهد الغدير الثاني ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا حال مراجع الشيعة سنة أربعمية وعشرة فما حالهم الآن وهم في أسوأ 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 أحوالهم سنة ألف وأربعمية وثلاثة وأربعين للهجرة فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه في مرجعيته فالشيطان مؤسس لهذه المرجعيات وشريك لهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه هذا العبث الصرخي أليس مصداقا لهذه المضامين ماذا تقولون أنتم العبث الصرخي بكل تفاصيله إلى أن وصلوا إلى المطالبة بتهديم قبور أئمتنا صلوات الله عليهم هناك ضجيج في الشارع لا شأن لي بهذا الضجيج أخاطب أبنائي وبناتي ممن يبحثون عن الحقيقة أقول لكم وبرؤية واضحة الصرخي لم يخرج عن منهج المرجعية وعن منهج الحوزة ما بينه من قرب للنواصب ومن قرب لأعداء أهل البيت بشكل واضح وما يطالب به من تهديم قبور الأئمة صلوات الله عليهم وأمثال ذلك من العقائد والأفكار التي طرحها سابقا وطرحها الآن وسيطرحها لاحقا تفاريع ما يرتبط بعقيدة البراءة والولاية المطالبة بتهديم قبور الأئمة صلوات الله عليهم جزء من برنامج يسير عليه هذا الرجل لكن الرجل لم يخرج عن منهج حوزة الطوسي الرجل يطبق المنهج كما هو هؤلاء الذين يخرجون في الشوارع كي يثيروا ضجيجا أو ما فعلوه بمكاتبه وحسينياته هذا أمر لا علاقة له بحقيقة الأمر لا بد أن تعرفوا من أن محمد حسين فضل الله وما جاء به من دين بعيد عن آل محمد لم يكن قد خالف منهج حوزة الطوسي ولم يكن قد خرج عن منهج المرجعية في النجف أتحدث عن المنهج العلمي عن المنهج العقائدي عن المنهج الاستنباطي محمد حسين فضل الله لم يتحدث عن حقيقة منهج الخوئي ومحمد باقر الصدر وإنما تحدث عن جهة مخففة عقائد الخوئي وعقائد محمد باقر الصدر أسوأ بكثير من الذي طرحه محمد حسين فضل الله وهذا الأمر قد شرحته ووضحته بالأدلة من كتبه محمد حسين فضل الله لم يأتي بشيء مخالف لمنهج حوزة النجف أبداً 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 كل الذي طرحه في الجانب العقائدي لا أتحدث عن الأمور السياسية والأمور الاجتماعية والإعلامية المختلفة أتحدث عن الجانب العقائدي ما طرحه محمد حسين فضل الله من أمور عقائدية ضالة عمائم النجف وكربلا وعمائم قم شهروا به بواسطتها هو لم يكن قد خرج عن منهج حوزة الطوسي أبداً الرجل كان صادقاً مع نفسه وطبق المنهج الحوزوي هذا الكلام الذي يقال عنه من أنه وهابي عميل أمريكي هذا الكلام يقال عن أي شخص يريدون أن يقول ويقول ما يقولون عن القضية ليست كذلك محمد حسين فضل الله الرجل كان صادقاً مع نفسه حينما التقى به محمد حسن البحراني في طهران في لقاء نشر هذا اللقاء في مجلة العالم وهي مجلة إيرانية تصدر من لندن في هذا اللقاء محمد حسن البحراني قال له من أنك يا سماحة السيد يخاطب محمد حسين فضل الله من أنك يا سماحة السيد تطرح آراء تخالف فيها المراجع فماذا أجابه وكان الرجل صادقاً قال إني لا أختلف مع المراجع وحينما ألتقي بهم يقولون لي نحن لا نختلف معك وإنما نختلف معك لا في آرائك ومتبنياتك أنت على منهجنا نختلف معك أنك تتحدث بأمور ترفضها عامة الشيعة هذا هو الذي كان يفعله محمد حسين فضل الله وعلق على هذا قال إني أختلف مع المراجع في هذه القضية هم يريدون مني أن أتحدث إلى عامة الشيعة بما يعتقدون بما يعتقد عامة الشيعة وأنا لا أقبل هذا أنا أؤمن بصدمة الأمة لا بد أن تصدم الأمة بالحقائق وإلا فليس هناك من خلاف فيما بيني وبين المراجع جميعاً وهذه حقيقة لأن الرجل ما ذكر شيئاً في الجانب العقائدي إلا وهو موجود بنحو أقبح وأقذر في كتب الخوئي وفي كتب محمد باقر الصدر وإنما نقل قذارات الخوئي وقذارات محمد باقر الصدر العقائدية الناصبية بنحو مخفف هذا هو الذي فعله محمد حسين فضل الله والحال هو هو مع علي الأمين في لبنان علي الأمين ما تحدث بشيء خلاف منهج حوزة الطوسي ولو جلس مع العلماء لم اختلفوا معه في مجالسهم الخاصة فما يتبناه علي الأمين في لبنان في الجانب العقائدي يتبناه مراجع الشيعة في كتبهم وفي مجالسهم الخاصة وهذا أمر يعرفه أولادهم وأصهارهم ويعرفه وكلاؤهم وما هو بخفي عني وعن أمثالي ممن لهم اطلاع في واقع المرجعية الشيعية وفي واقع المنهج الحوزوي حسين المؤيد حسين المؤيد حينما صار وهابيا وقالوا لكم من أنه عميل الرجل كان صادقا مع نفسه يقولون لكم من أنه جاهل حسين المؤيد إذا أردنا أن نزينه بالميزان الحوزوي هذه العمائم الكبيرة في النجف تكون تلاميذ له الإيرواني حسن الجواهري هادئ الراضي بشير النجفي إسحاق الفياط مستواهم العلمي الحوزوي دون مستوى أحسين المؤيد كتبه دالة على ذلك دروسه دالة على ذلك الرجل صدق مع نفسه وطبق المنهج الحوزوي فوصل إلى هذه النتيجة وصل إلى أن يكون وهابيا بنحو رسمي شرعي واضح معلن وصار الرجل وهابيا الرجل لم يكن جاهلا الرجل كان عالما وأستاذا حوزويا من الطراز الأول لكنهم بعد أن صار وهابيا أخذوا يقولون عنه من أنه جاهل هذا محمد باقر الإيرواني هادئ الراضي حسن الجواهري أهم الرموس في حوزة النجف ذو لحسين المؤيد يلفهم لف وليس يحطهم بجيبة يحطهم بجواربة وبقية المراجع أيضا وهم يعرفون هذا يعرفون هذا الرجل طبق المنهج الحوزوي النجفي ووصل إلى هذه النتيجة كمال الحيدري كذلك كمال الحيدري طبق المنهج الحوزوي ووصل إلى نتائج الضلال التي وصل إليها أحمد القبانشي الشقيق صدر الدين القبانشي إمام جمعة النجف أحمد القبانشي ليس عميلا كما يقولون هو ابن النجف وهو ابن العمائم النجفية وأحمد القبانشي قاتل بعقيدة في الحرب العراقية الإيرانية قاتل مع الإيرانيين وجرح تعرض لأضرار بليغة جدا لازالت آثارها موجودة في بدنه إلى اليوم أحمد القبانشي تأثر بعبد الكريم سروش عبد الكريم سروش هو من الجو الشيعي المتدين من أبناء حوزة قوم ومن أبناء المدرسة العرفانية ومن المحسوبين على أجواء صاحب الميزان الطباطباء وكان ممثلا للخميني للسيد الخميني كان ممثلا للخميني في الثورة الثقافية في إيران كانت هناك مؤسسة وكان هناك نشاط في إيران الثورة الثقافية الإسلامية ممثل الخميني في هذا النشاط عبد الكريم سروش وكان أستاذا جامعيا متخصصا في الكيمياء لكنه محسوب على رجال الدين وجزء من الثقافة الحوزوية والعرفانية الرجل كان صادقا مع نفسه طبق المنهج الحوزوية كما هو مثل ما يطبق المنهج الأكاديمية في الجامعة لما طبق المنهج الحوزوية وصل إلى مكان لم يجد فيه دينا هذا الدين الذي يتحدث عنه عامة الشيعة لا وجود له في تلك المساحة التي وصل إليها لأنه طبق المنهج الحوزوي لما طبق المنهج الحوزوية بصدق وصل إلى نتيجة أنه لا يوجد دين أصلا ليس هناك من تشيع ومن هنا أسس دينه الجديد أسس الدين العلماني أحمد القبانشي تأثر بهذا الرجل قرأ كتبه وترجمها إلى اللغة العربية تأثر بها تأثرا واضحا فصار على هذا الدين الجديد صار على الدين العلماني وهو دين عبد الكريم سروش وقد أثر عبد الكريم سروش على كمال الحيدري كثيرا للعلاقة الوثيقة التي كانت تربطهما معا عبد الكريم سروش حينما كان يأتي إلى قوم كان ينزل ضيفا على كمال الحيدري ويبقى مدة طويلة مقيما في بيته تأثر كمال الحيدري بعبد الكريم سروش كثيرا هذه الرموز الشيعية وغيرها ويمكننا أن نلحق بها أيضا أحمد الكاتب وإن كان في مستوى العلم لا يرقى إلى مستوى هذه الرموز أحمد الكاتب وأمثاله الآن الذين بدأوا ينتشرون في الساحة الشيعية هم أيضا هؤلاء صدقوا مع أنفسهم طبقوا المنهج الحوزوي من دون دجل ووصلوا إلى النتائج التي وصلوا إليها هذه هي الحقيقة من الآخر الصرخ كذلك طبق المنهج الحوزوي الرجل صدق مع نفسه هذه النتائج الطبيعية للمنهج الحوزوي الطوسي قد تقولون إذن المراجع ماذا يفعلون المراجع يعرفون صدق كلام هؤلاء بحسب المنهج الحوزوي لكنهم يعملون بهذا المنهج في المساحة التي عوام الشيعة لا يعرفونها ولا يطلعون عليها في المساحة التي يطلع عوام الشيعة عليها فإنهم يعرضون عن المنهج الحوزوي ويصدرون الفتاوى ويصدرون العقائد ويتكلمون ويصدرون البيانات ويقولون ما يقولون وفقا لما يريده عامة الشيعة يضحكون على الشيعة هكذا يفعلون بالشيعة هذه هي الحقيقة من الآخر وهذا هو الذي أتحدث عنه دائما وطوال الوقت لكنني لا أجد أحدا يشعر بخطورة ما أتحدث عنه ولا أجد أحدا يفقه ما أقول كي يذهب إلى برامجي ويفحص الأدلة والوثائق والحقائق وهي بالمئات بالمئات التي طرحتها ومنذ زمن بعيد الواقع الشيعي هو هذا ما يصدر عن الصرخي من عبث عقائدي إنه تطبيق دقيق للمنهج الطوسي في حوزة النجف وكربلا وهذا هو الذي فعله محمد حسين فضل الله وهذا هو الذي فعله علي الأمين في لبنان وغيرهما في لبنان غيرهما كثير في لبنان وهذا هو الذي فعله إحسين المؤيد وهذا هو الذي فعله أحمد القبانشي وهذا هو الذي فعله أحمد الكاتب وهذا هو الذي فعله كمال الحيدري ويفعله كثيرون وصدقوني أكثر العمائم في النجف تتمنى أن تمتلك جرأة هؤلاء كي تتحدث بالنتائج التي وصلوا إليها من خلال تطبيقهم للمنهج الحوزوي عبر ما يسمى بعلم الرجال وعلم أصول الفقه وعلم الكلام وقواعد التفسير الناصبي عبر هذه العناوين هؤلاء وصلوا إلى النتائج التي وصلوا إليها الصرخ لم يأتي بشيء من خارج المنهج الحوزوي أتحدث قطعا في الجوانب العقائدية لا أتحدث في الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية المختلفة تلك موضوعات يكون الحديث فيها في كل موضوع على حدة أنا أتحدث في الجانب العقائدي فيما يرتبط بالبراءة والولاية بحسب منهج العترة الطاهرة هؤلاء جميعا ما جاءوا به مخالفا لمنهج العترة الطاهرة جاءوا به بشكل صادق وواضح وبتطبيق دقيق لمنهج حوزة النجف وكربل ولم يخرجوا عن هذا المنهج الذين يخالفونهم ويرفضون كلامهم خرجوا عن المنهج واتبعوا عوام الشيعة واتبعوا عوام الشيعة لا حبا بعوام الشيعة وإنما لدفع شر عوام الشيعة يضحكون عليهم يضحكون عليهم أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ماند أجيب الأسمان واحد قال لي أت على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لي يا أخر بابل ما توصل للنوبة إلي قال توصل أطمئنم تركبهم يعني بش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلى أتحفون خمسة قلت لي مستعجب مش دار أقول تركب يعني خلافة أغام ميشيني كما كما خلافة أغام ميشيني جميز بغلا فكان حالة فقش ديخ فعلى ديخ فقش ونس عباردة كنا على أسفة وكلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسم قال تركب مثل ما تركب نار وغاية ديخ لا معلم إجمالي هذا واقع الشيعة لا واقع الشيعة هذا واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة ربما تسمعون من خطيب هنا ومعمم هناك من صغار أصحاب العمائم يحاولون أن يناقش الصرخ وغير الصرخ هؤلاء لا يفقهون شيئا قد يخدعونكم بكلامهم هؤلاء لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا من حقيقة المنهج الحوزوي وإنما يبحثون عن شيء هنا وعن شيء هناك كي يتحدث بما هو متوافق مع عقائد عوام الشيعة هذه هي الحقيقة من الآخر الموجود عندنا في واقعنا الشيعة عقائد المراجع والتي لا يظهرونها لعامة الشيعة هؤلاء الصرخي وأمثال الصرخي تحدثوا عن عقائد مراجع الشيعة بشكل علني هناك عقائد عوام الشيعة هي التي يتحدث عنها المراجع كي يضحك على ذقون الشيعة أما عقائد أهل البيت فلا يتحدث أحد عنها وإذا تحدث أحد عنها مثلي قالوا عنه ماسوني وأنا أتحدث بالأدلة والبراهين من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وأتحدث بلغة عربية واضحة لا غبار عليها وبشكل مباشر ولا أتحدث في الزوايا المظلمة بشكل علني واضح فأين الماسونية من هذا لكن الأمور هكذا تجري والشيعة حمير ديخيون مثل ما يصفهم مراجعهم بالضبط مثل ما تتحدث الوثيقة الدخية إنها حديث مراجع الشيعة عن الشيعة لن أذهب بكم بعيدا ولكنني سأعرض لكم بعض الفيديوات إياد علاوي الذي كان رئيسا للوزراء في العراق الفيديو الأول وهو من برنامج آخر اليوم عبر قناة هنا بغداد هذه قصة هذه قصة مهمة بدي ويحشي لك قصة وعد أقمش منها يلا اليوم طامع بالأسر ما أطلب أسمع أنا ما أطلب أسمع أنا بالمكتب أنا عادتا ما أقول حلمي أطلق من المجزة فإجعوا بعض رجال الدين الشيعة نعم بعض الأشخاص المعنوية هم فندية فبعدين طلعوا بقواة 1 2 وقال أطلب الحضرة خلصنا يا أخي رجال الدين بيناتنا فأني حقيقة يعني هل قد ما صلت عصبية فاضربت الميز بوقس بإيدي هاي تكسرت هاي اليمنى تكسرت وأني كان عندي سفرة إلى هذه المشكلة دائما بهذه اليد بسبب ذي الحادثة هاي بربتي ضربت الميز بقوة حسيت والله نهار قد ما صلت عصبية قلتم معاني أضرب الحضرة يعني هذا عقلكم بهذه الطريقة هاي إذا نتحامل إحنا معنا هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دلتور يعني يعني إسمحلي يعني لأسأل نعم وأيضاً هو نفسه يتحدث في برنامج كالوس عبر قناة الفرات الفضائي دخلا وهناك مهمتهم حماية السيد ما كل شي لأن احنا تعرف يعني اكو قيم ومقاييس واخلاق ناشينا عليها ما نقدر نغيرها ما نقدر اتخاصموا اتخاصموا يا واحد اجي اضربوا صحيح قالوا لك اضربوا الامام بعدين نبني قالوا لك اضربوا الامام حتى لو كان بي الصدر بعدين نبني هاي اللي كسرت ايدي هاي اللي ضربت الميز هاي بيها قالوا لك فل شون ابني قال لي اضرب يضمنوا جماعتنا يقولوا خوافق على مال ضربة نضربوه بصاروق واضرب الصحن الصحن كل فاني كل السلطة عصري قالوا ضربت الميز طبعا المرحة سميه اسمع ضربت الميز بيدي عسيت نار دخلتي بيدي الى ليش اسمع وفي برنامج نفس عميق عبر قناة دجل الفضائي ولا من ضربنا جيش المهدي بالنجف هم سبعين كيلو متر ممنوع للطبون يوصلون الى النجف ممنوع ممنوع من عن بات واني اجاني احد القادة العسكريين قالوا احنا للمقتد الصدر نقدر نضربه بتادي نضربه وشوشي سويكم نضربه من بعد اربعين كيلو متر بصاروخ دول الامير كان؟ يعني استشخص مهم من القوات المتعددة جنسيات مع الالماني داز قوات مكافعة ارهاب الى داخل بسين عقل ودشاديش ودخلوا بس حماية لمقتد الصدر الى الحضرة ويجون المعممين يقول لي ليش من ضرب الحضرة ضربها شكو بيها عجيب بس ما اقدر اذكرنا اسمعها تصير غير وصير ازمة كبيرة يعني ما تعرف احنا يعني ما 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 تعدت هذا مسجد ما كانوا عندي اي موقف ضد الصدريين والتيار الصدري بالعكس نحن على هذا الصدر نحترمهم نحبهم ولهم علاقة ابن عن جدويانا ويا اسرتنا مو من محمد الصدر الاول رئيس الوزراء ورئيس مجلس نوا والتنازل واحدين من نعرفهم زين هم بيت سيد مقتدى نفسه ولهذا احنا ما عدنا مشكلة بها لقصة هاي مو يصدرين بس آني من نقبل احنا النجف ممال لمالتي ولا مال السستاني ولا مال نجف فقط للمسلمين والشيعة والعالم كله والعراق كله فليش يجون يأخذوها حضرة يعني سيطرون عليها شوان على اساس ما نقبل هذه العمائم لو لم تكن من الصف الأول وتعرفون منهم الذين هم في الصف الأول لذكرهم إياد علاوي على أي حال هذا الذي يتحدث عنه إياد علاوي في قضية ضرب الحضرة العلوية بالصواريخ والقنابل المتفجرة والذين يطلبون من علاوي هم أصحاب العمائم من النجف الجذر هو هو الذي انطلق منه انطلق منه الصرخ وغير الصرخ الذي سيأتينا في قادم الأيام الجذر الفكري والجذر العقائدي والجذر الشرعي هو هو غاية الأمر أن أصحاب العمائم هؤلاء تحدثوا بشكل سري مع إياد علاوي وهو لا يستطيع أن يفصح عن أسمائهم أما الصرخ تحدث بشكل علني القضية هي هي مثل ما حدثتكم قبل قليل من أن هؤلاء محمد حسين فضل الله والبقية الذين ذكرتهم هؤلاء تحدثوا بشكل علني بالضبط مثل ما قال محمد حسين فضل الله لمحمد حسن البحراني من أنني أؤمن بصدمة الأمة لابد أن تصدم الأمة بالحقائق كي تترك عقائدها التي تؤمن بها وهي العقائد الضالة بحسب اعتقادي هؤلاء المراجع عقائد عامة الشيعة القضية هي هي الجذر العقائدي والفكري والشرعي الذي انطلق منه الصرخ هو هو الذي انطلق منه هؤلاء المعممون النجفي الذين يطلبون من اياد علاوي ان يفجر وان يهدم وان يخرب وان يدمر الحضرة العلوية وهناك ما هو اقبح من ذلك لكنني لا اجد مجالا للحديث عن كل هذه التفاصيل جئتكم بهذه الفيديوات مثالا انموذجا الحكاية لا كما تتصورون من ان الصرخ وهابي من ان الصرخ عميل بغض النظر اكان وهابيا اكان عميلا الرجل فعلا يطبق تطبيقا علميا وعمليا دقيقا لمنهج الحوزة غاية الامر ان المراجع الموجودين في النجف وكربلاء يضحكون عليكم فيما بينهم وبين انفسهم يرون الرجل مصيبا يرون الرجل قد طبق المنهج العلمي وكان جريعا في طرحه ومثل ما قلت قبل قليل عمائم كثيرة في النجف تتمنى ان تمتلك جرعته وجرعة امثاله من الذين اشرت اليهم لكن حاجة البطون وحاجة الفروج وحاجة الجيوب انها الدنيا انها المطامع والمطامح الدنيوية هي التي تجعلهم يكونون في حالة من المواءمة بين المنهج الحوزوي الطوسي الذي يؤمنون به وبين مسايرة عوام الشيعة هذه هي الحقيقة من الآخر هذا العبث الصرخي سببه الطوسي سببه الطوسي سببه المنهج الحوزوي في حوزة النجف وكربلاء هذا العبث ما هو من الصرخي نفسه الرجل طبق المنهج الحوزوي أحمد الكاتب حينما أنكر وجود الإمام الحجة لم يأتي بهذا من عنده طبق المنهج الموجود طبق منهج الخوئي ومنهج محمد باقر الصدر ومنهج محمد الشيرازي طبق منهجهم الحوزوي هم في مثل هذا الموضوع لا يطبقون المنهج السؤال هنا المنهج منهجكم صحيح لماذا لا تطبقونه هنا أم أن المنهج ليس صحيحا إذن لماذا تطبقونه في الجهات الأخرى التي لا يعرف عوام مشيعة حقيقتها وتنشئون دينا ناصبيا بكل التفاصيل من دون أن يطلع عوام الشيعة عليه هذا هو الذي يجري في واقع الشيعة وهذا هو الذي يجري في واقع النجف وكربلاء وهذا هو الذي يجري في واقع الحوزة الشيعية وهذا هو الذي يجري في واقع المرجعية الشيعية منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا في الجهات التي لا يطلع العوام عليها يطبقون منهج الضلال الطوسي وينتجون دينا ناصبيا بامتياز في الجهات التي تطلع الشيعة عليها أتحدث عن عوام الشيعة يصدرون البيانات والفتاوى والعقائد بحسب ما يتماشى مع ما يريده عامة الشيعة البعض من العمائم الشيعية رفضوا هذا فقالوا نحن لماذا نساير الأمة لماذا لا نصدع بمنهجنا هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم فعلوا هكذا محمد حسين فضل الله علي الأمين كمال الحيدري حسين المؤيد أحمد القبانشي أحمد الكاتب والبقية فاعرفوا الحقيقة يا أيها الشيعة لوين الظلون مضحكة لوين الظلون مسخرة هذه هي الحقيقة نذهب إلى فاصل